صيف ساخن في الحديدة هكذا تبدو الحياة جراء انقطاع التيار الكهربائي وغياب بدائل الطاقة وبدون اي اهتمام من الجهات المسؤولة يجد السكان انفسهم محاصرين فقط بضجيج المولدات الكهربائية التجارية التي انتشرت مؤخرا بعد الانقطاع التام للتيار العام جراء سيطرة ميليشيا الحوث على المحافظة والانقلاب الذي الحق بالحياة ترديا غير مسبوك شبكة نقل التيار الكهربائي في مقدمة الخدمات التي تعرضت للإهمال ولم تعد كابلاتها اكثر من مجرد موقع لتنزه الطيور واخذ قسط من الراحة في ظل الصيف الذي انهك المواطنين وخلف مآسي عديدة على مختلف المستويات مع دخول موسم الصيف صار شراء التيار عبءا اضافيا على كاهل الاسر التي تعيش حالة من الفقر الشديد وانعدام الاعمال كما ان الكلفة المالية باهظة في ظل الوضع الاقتصادي المتداور اذ يبلغ سعر الكيلو من التيار ما يزيد عن 150 ريالا فيما كانت القيمة السابقة للكيلو الواحد تساوي سبعة ريالات وهو ما يعده مواطنون سوقا سوداء للتيار الكهربائي وللطاقة البديلة المتمثلة بالالواح الشمسية وتشهد الحديدة في كل عام موجة من الحر الشديد وارتفاع معدلات الرطوبة بشكل كبير الامر الذي يهدد ارواح المرضى والاطفال وكبار سن لتصبح حياة السكان جميعا اشبه بالجحيم